كاميل شامور سأطرح عليك عشر أسئلة حاضر حاضر نشرت تعليق عن حرب غزة وكنت آسفي وقلت بالتحديد كل نقطة دم لشهيد لبناني بتسوى فلسطين كله ليش توحي أنك بعدك عايش بحرب السنتين بيكفينا اللي صار بالألفين وستة طبعا نرجع نعمل ذات الغلطة وبعدنا بنعمل ذات الأغلاط وبعدنا بندفع طبعا بقى هيدا كان تحذير للناس طبعا يفهموا أنه ما قلنا شيء بهالحرب هونيك صحيح أنه منتضامن مع الشعب الفلسطيني والمقساتي اللي عم بيحشوه لكن نحن عنا مقساتنا وعنا مشاكلنا بقى خينا نتفضل نحل مشاكلنا قبل ما نروح نفتش على مشاكل غيرنا ليش محيت هذا التعليق على أكس مش أنا محيته شو صار ما بعرف إذا أكس شلو أو شي من النوع أنا حطيته بكل أناعة يعني مع أنه بعرف أنه صار في كتير ردات فعل وصار في كلام بذيء يعني لكن هذا هذا رأيي وبعتقد لبنان دفع كفاية تمن القضية الفلسطينية أكتر من أي دولة عربية أخرى لو قال الرئيس كاميل شامعون بعده على قيد الحياة شو برأيك كان الرسالي اللي وجهه الحزب والله؟ ضبوا صلحكم سالموا صلحكم للدولة مين قتل داني شامعون وعائلته؟ اللي قتل داني شامعون وعائلته حدا مأجور من السورية إذا مش السورية هن زيتهم يعني مش سامير جعجا؟ يعني الأرجح لا كاميل شامعون تيمور جنبلات سامي جميل وطوني فرنجي أحفاد لسياسيين كبار أسسوا أحزاب كبيرة شو تقييمك لهذه التجربة وهل نجحت؟ لحديث هلأ فينا نقول أنه نجحت إلى حد ما لأنه يعني واحد بدي يكون عقد الحملة مش مش موضوع وراسة الرئيس كاميل شامعون كان زعيم للمسيحيين وللمسلمين هل ممكن يوم ما حفيده يبني علاقة مع هذه البيئة اللي هي بيئة حزب الله تنكون واضحين ويبتعد عن فكرة التقسيم؟ نحنا مش بعد طائفيا عن حدا لأنه نحنا نفسنا وطني أكتر ما هو نفس طائفي لكن بدنا كمانا نعرف إذا بدنا نبني هالبلد على قصص عاطلة وباطلة ما فينا نعمل شي راح تضل هالبلد متل ما هي شو شرطك تتقض على الطاولة وتتحور مع حزب الله؟ للأسف ماشيين هني بمحور إيراني نهار يلي بيحطوا إيران عجنب وبيبلشوا يحكوا لبنانيا شو مصلحة لبنان ووين مصلحة لبنان خلينا نرجع نبني هالبلد كلنا سوا نحنا حاضرين لكن طالما سلحنا من إيران ميلنا من إيران أرارنا من إيران كل شي من إيران صفوا هذي جماعة بيشتغلوا لإيران مش للبنان بين قائد الجيش والوزير السابق جهاد أزعور مين الأفضل لتولي سدة الرئاسة؟ أنا بأتد هالسؤال بدو يتوجه لغيرنا نحن أنا صوت لمن الناس اللي صوتوا لجهاد أزعور قائد الجيش بعد ما انطرح رسميا كمرشح مع أنه في صداقة صداقة قديمة بتربطني فيه صداقة شخصية لكن بتصور أنه اليوم قائد الجيش عنده دور كتير مهم يلعبوا عم بحكي كقائد جيش نهاري بيبطل قائد جيش ما بعرف شو بيكون المعيار يلي بدنا نتعطى فيه إذا بكتوصف لنا به بره شو بتوصفه؟ إنسان لذيذ إنسان مهضوم عم بحكي على الصعيد الشخصي تاني شي فهمنا الوضع اللبناني أكتر بكتير من غيره وبعتبره لعب أساسي بالسياسة اللبنانية بالوقت الحاضر مع حسناته مع سيئاته التغييريين كيف تلاقيون؟ مناح على قد المستوى أو لا خيبة أمل؟ لكتير من الناس بيعتبروهم خيبة أمل لأنه كانوا مرتكزين عليهم لما نصوّطوا لون أنه رح يغيروا بالفعل هو بالفعل ما قدروا يغيروا كتير ولو كانوا متحدين معنا بالفكر ولو كانوا على القليل عم بيقدروا كل التضحيات يلي عملناها نحنا لنحافظ على هالوطن وعالهوية اللبنانية كنا اليوم بيعتاد أحسن بكتير بوضع أحسن بكتير وكان فينا ننتخب رئيس جمهورية ونعمل يلي مفروض نعمله كميل شمعون جوابت على عشر أسئلة شكرا ليلة مرسي إلي